دكت مدفعية الجيش الوطني أو كار ميليشي الحوثي الانقلابية في جبهة نيم شرق العاصمة صنعاب التزامن مع استهداف طيران تحارف دعم الشرعية لمواقع الميليشيا غرب محافظة الجوف وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مقاتلات التحالف استهدفت خلال الساعات الماضية بعدة غارات استهدفت مواقع وثكنات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات المصلوب والغيل والمحزمات ما أسفر عن تدمير مخازن أسلحة وعليات وسقوط قتل وقرحة في صفوف الميليشيا الانقلابية كما استهدف طيران التحالف بعدة غارات عزيزات تابعة للميليشيا الانقلابية كانت في طريقها إلى محافظة الجوف قادمة من صنعاء وأسفرت عن تدميرها